أما النائب عن صادقون حسن سالم فقد اعتبر بيانات الاستنكار بشأن العدوان الأمريكي سلاح ضعيفا سالم قال في بيان إن أمام الحكومة خياري لا ثالث لهما أما إخراج القوات الأمريكية أو إعلان الحرب على هذه القوات المحتلة مضيفا إن على الخارجية العراقية أن تتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة لإدانة هذا العدوان وعقد جلسة طريقة لإدانة العدوان الأمريكي البريطاني الذي استهدف القوات الأمنية والحجد الشعبي ومطار كربلاء المدني محذرا من إن السكوت على هذه الجريمة سيؤدي إلى تماد الولايات المتحدة الأمريكية إلى استهتارها وأرتكاب جرائم أخرى بحق أبناء الشعب العراقية